معرض صحافة مقادات الشرق نيوز أهلا بكم مشاهدين الأكارم وهذه جولة سريعة بين مختلف الصحف الوطنية العربية أيضا للإطلاع على أبرز ما جاء فيها من مواضع ومحتوى لنهار اليوم والبداية مشاهدين الأفاضل بالشرق اليومي التي عنونت صفحتها الأولى بعديد المواضع وكتبت في صدر صفحتها الكتب المدرسية للجميع وترتيبات لضمان تسيير وتسويق وتوزيع المناهج على كافة التلمي تقرؤون مشاهدين الأفاضل في محتوى هذا الموضوع إحصائيات المستفيدين من المجانية قبل الواحد وثلاثين جوليا الجاري والتوزيع في الفاتح من أوت وإجراءة المحاسبة المادية للكتاب المجاني قبل الخامس عشر أكتوبر المقبل تقرؤون أيضا هذه الفئة تستفيد من علاوة الجزافية عن التسويق وإنجاز حوصلة نهائية فور الانتهاء من بيع الكتاب المدرسية تعود يومية الشرق على صدر صفحتها إلى موضوع مغاربي وتكتب مجلس شراكة اقتصادية بين الجزائر وتونس وليبيا أهلية جديدة بين أرباب العمل تنفيذا لتوصيات اجتماع قادة الدول الثلاثة وفي عنوين تأتيكم في هذا الموضوع انفتاح سواق الدول الثلاثة مزايا بالحدود ومناطق تبادل حر ومشاريع كبرى ورفع العراقيل الميدانية والمالية عن الاستثمار ودفع العمل المشترك بين الخوص على رأس الصفحة الأولى تعود اليومية إلى موضوع أمني وتقول ستة خصوصات أمنية جديدة ومصلحة عمليتية للدرك تم استحداثها وفق متطلبات الميدان وتطور أشكال الجريمة في عنوين أخرى تقرؤون شروط وامتيازات الالتحاق بأكاديمية شرشال العسكرية وكل التفاصيل عن تمويل برامج سكن العمومي الإيجاري تقرؤونها ضمن محتوى اليومية أسفل الصوحة الأولى تأتيكم بعنوين متفرقة أتت على النحو التالي تعويذ إسباني لشركة صناتراك بأثر رجعي لأربع وعشرين شهرا وتأميم خمسة عشر مصنعا ضمن برنامج استرجاع الأموال المنهوبة نبقى وإياكم مشاهدين الأفاضل ضمن الشروق اليومي واخترنا لكم منها بعض المقالات وأول مقال عنونا كالتالي ستة خصوصات أمنية جديدة في الجزائر منذ 2020 تم استحداتها وفق متطلبات الميدان وتطور يشكال الجريمة مراد يقول التغطية الوطنية قاربت الثمانين بالمئة خلال الأربع سنوات الأخيرة وبداوي يقول الأمن الوطني في أبهى أهبى عفو كاملة ويقضى تامة لمجابهة كل التحديات أكد إبراهيم مراد وزير الداخلية والجامعة المحلية أن الشرطة الجزائرية حققت نتائج هامة بفضل الاعتراف العميق الذي خصه رئيس والجمهورية عبد المشيد تبون لهذه المؤسسة وما أخذته أو متخذته من قرارات هامة في سبيل تكفل المتواصل بالانشغالات المهنية والاجتماعية وتحسين مستوى الجاهزية وبمناسبة إشرافه على مراسم إحياء الذكرى الثانية والستين لتأسس شرطة الوطنية بمقر مدرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز بولاية الجزائر قال مراد تمكنت الشرطة الجزائرية خلال سنوات الأخيرة من مسايرة الحركية التنموية الهامة التي تعرفها بلادنا على جميع الأصعدة وأن المستوى الوطني للتغطية الأمنية قاربت الثمانين بالمئة بفضل الجهود المعتبرة خلال الأربع سنوات الآخرة نبقى وإياكم دائما ضمن بحتوى الشروق اليومي واخترنا لكم مقال آخر عنونا كالتالي 96 ساعة تحبس أنفاس الراغبين أو في الترشح للرئاسية المقبلة والأوفر حظا يباشرون حملة مسبقة قبل الفصل النهائي للسلطة المستقلة يعيش الراغبون في الترشح للانتخابة الرئاسية المزمع إجراؤها يوم السابع السبتمبر المقبل حالة من الترقب والقلق في انتظار ما ستصفر عنه نتائج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حيث تتزايد توترات مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج فرز الملفات في حين يستغل مرشحون آخرون يملكون حضوضا أو فرق هذه الفترة للتحضير للحملة الانتخابية وتنصيب مديريات الحملة في الولايات ورغم أن المدة الزمنية المحددة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للكشف عن القائمة النهائية للمترشحين لم يتم أو لم يتبقى منها إلا أربعة أيام حسب ما ينص عليها القانون العضو المتعلق بالانتخابات إلا أن هذه الفترة كافية لإدخال بعض المترشحين في حالة من السيسبانس خاصة أولئك الذين تقل حضوضهم في الفوز والمرور إلى المرحلة الثانية بعد أن تمكنوا من إيداع ملفية الترشح لدى السلطة المستقلة للانتخابات قبل أيام تطالعون عديد النقاط مشاهدنا الأكارم ضمن هذا المقال من جريدة التشروق اليومي إلى يومية الخبر وتقرؤون فيها ما يلي كل شيء عن تسجيلات النجحين في باك الفين واربعة وعشرين ومعدلات التخصصات والمدارس العليا والخدمات الجامعية تقرؤونها في هذا المقال بداري يؤكد على مرافقات الطلبة وأهمية النجاح في الأولى الجامعي وأكثر من ثلاثمائة وعشر ألف طالب جديد معنيون بالتسجيل اقتصاديا تقرؤون سونطراك تتطلع لصفر حرق للغازات في آفاق الفين وثلاثين التي وقعت على الاستراتيجية الجديدة للمناخ في حقول المحروقات على رأس الصفحة الأولى تكريس مبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل القرى ورئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تفعيل القوى الإفريقية الجاهزة مشاهدين الأكارم دون أن ننسى مختلف المواضع الهمة التي تطرقت لها يومية الخبر من جريدة الخبر إلى يومية المساء وتطالعون في اليومية مخاططات خبيثة تستهدف الجزائر وشبابها وأكيد مراد يقول بلوغ التغطية الأمنية 80% وهياك الحديثة لتأمين الأحياء الجديدة وشبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية تستهدف الشباب بمخططات هدامة على رأس الصفحة الأولى تقرأون الجزائر دولة صديقة والشريك استراتيجي لروسيا ورئيس المجلس الدوم الروسي وصف لقاءه برئيس الجمهورية بالمهم والمثمر في ملف الرئاسية المقبلة تقول يومية المساء الرئاسية مرحلة جديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات وقوجيل يؤكد أن الجزائر السيدة في قراراتها ماضية في مشروعها الوطني مشاهدين الأكريم تطرقت اليوميا إلى نقاط مهمة تأتيكم في هذا الملف في عنوين أخرى تقرأون استرجاع 15 مصنعا ضمن استرداد الأموال المنهوبة مصلحة مركزية بجهاز الدرك لمحاربة الجريمة المنظمة وهذه كيفية تمويل البرنامج أو البرامج السكنية العمومية من يومية المساء مشاهدين الأكريم إلى جريدة النصر ويأتيكم ما يلي ضمن اليومية وزير الداخلية يدعو إلى ضمان تغطية أمنية مثل للانتخابات وأشاد أيضا وزير الداخلية بأداء الشرطة الجزائرية بالبنت العريض تكتب يومية النصر فتح ملاحق يعزز خضوض التسجيل في أفضل التخصصات وانطلاق التسجيلات الأولية للطلبة الجدد انطلاقا من اليوم تعود يومية النصر أعلى الصفحة الأولى إلى الموضوع إلى الشراكة الجزائرية الروسية والجزائر دولة صديقة لروسيا وشريك استراتيجي رئيس مجلس الدومة هذا ما قاله عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية وفي عنوين أخرى تقرأون عرقاب يؤكد أن الجزائر ملتزمة بتعزيز مكانتها كمورد موثوق للطاقة في العالم وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس وليبيا في عنوان آخر الإعلان عن الفائزين في مسابقة رمضان لجريدة النصر تطلعونه ضمنها اليومية مشاهدين الأفاضل من جريدة النصر إلى جريدة أخرى واخترنا لكم يومية المشوار السياسي وتطرقت اليومية إلى استرجاع أكثر أو استرجاع 15 مصنعا منهوبا هذا ما قاله علي عون والحكومة أعادت تشغيل هذه المصانع من جديد علي عون يقول الرئيس تبون وفى بوعوده واسترجعنا الأموال من أشباه المستثمرين تطرقت اليومية أيضا إلى مواضيع تم تطرق إليها في مختلف الصحف الوطنية وكتبت تبوني استقبل رئيس مجلس الدومة الروسي بحضور كل من بوغالي بوعلام بوعلام ومقران في عنوان آخر تقرؤون التغطية الأمنية قربة الثمانين بالمئة عبر الوطن وإبراهيم مراد يؤكد تعزيز المرافق الجوارية لشرطة واستحداث ستة خصوصات أمنية جديدة تمشيا مع تطورات أشكال الجريمة تقرؤون أيضا مشاهدنا أكريم الجزائر شريك طاقوي موتوق به حسب ما قاله عرقاب والجزائر وضعت استراتيجية محكمة للحفاظ على قدرتها للمدى الطويل في ملف قطاع غزة مدينة خان يونس تنزف دما والاحتلال الصهيوني نفذ قصفا مكثفا أوقع عشرات الضحايا الأنر وتقول قوات الاحتلال هاجمت قافلة أممية ملتجهة لغزة دون أن ننسى مشاهدنا الأكريم مواضيع مهمة تطرقت لها يومية المشوار السياسي من جريدة المشوار السياسي إلى يومية المصار العربي وتقرؤون فيها أربع عنوين رئيسة أتت على النحو التالي أوقفوا القتل الممنهج للفلسطينيين مطلبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التحرك العاجل لوقف مسلسل الجرائم الصهيوني حيث طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التحرك العاجل لوقف مسلسل القتل الصهيوني الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية تتم على مرأة ومسمع من العالم تطرقت اليومية أيضا في عنوان آخر استرجاع 15 مصنعا ضمن إعادة الأموال المنهوبة والشروع في إعادة تشغيلها من جديد في الرياضة كتبت اليومية بالماضي يرفض خوض تجربة في البطولة الجزائرية حسب ما نقلته عن تقرير العين الرياضية الذي كشف ما جاء في العنوان وفي توترات الشرق الأوسط الجزائر تدين بشدة العدوان الصهيوني السافر على اليمن من الصحف الوطنية مشاهدين الأفاضل إلى الصحف العربية واخترنا لكم يومية الشرق الأوسط التي كتبت في عنوين مختلفة أبرزها التبرعات تتدفق لها ريس وخطة جمهورية لمواجاتها وجهاز الخلمة السرية يقر بفشله في حماية ترامب في عنوان آخر إسرائيل تباغت خان يونس ونيتنياهو يخاطب الكونغرس وحخامات يعارضون صفقة تهدئة قبل مفاوضات الدوحة واشنطن تدمر أربع زوارق حوثية في البحر الأحمر حسب ما تقول يومية الشرق الأوسط في العراق بغداد تدعو إلى تعزيز التعاون في مواجهة المخدرات بالإضافة إلى مختلف المواضيع العربية والإقليمية التي تطرقت لها يومية الشرق الأوسط من جريدة الشرق الأوسط إلى يومية القدس العربي وتقرؤون فيها ما يلي حمام دم في خان يونس أكثر من سبعين شهيدا وتهجير واسع جوثة مقاطعة نقلت لمستشفى ناصر وأحد السكان يقول الوضع مثل يوم القيامة في الصين أو الصين تقول الفصائل الفلسطينية تتفق على حكومة وفاق وتوقع إعلام بكين لإنهاء الانقسام حسب ما جاء دائما في اليومية وفي لبنان حزب الله يقصف المستعمرات شمال فلسطين المحتلة وإسرائيل تشن غارات مكثفة على جنوب لبنان بجريدة القدس العربي نصر وإياكم إلى ختام معرض الصحافة لنهار اليوم كانت هذه بعض الصحف المختارة من الصحف الوطنية والعربية وأيضا بعض المواضيع والعنوين شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء إلى اللقاء